السلام عليكم ورحمة الله أجلهم بلشرح أجمل خليط من سامسونج وهو التابلت مع الهاتف في ميزات كثيرة تستطيع استغنالها عند امتلاكك لهذه الأجهزة مع بعض ومثلاً باستطاعتك نقلة Toolbars من الأيباد إلى الهاتف مما يتيح لك مساحة أكبر للرسم أو لمذاكرة تضغط من هنا تلاحظ الآن الشاشة صافية وهنا Toolbars من هنا نقدر نعدل اللون أو نخط ونتنقل بين الأقلام براحتنا وأيضاً بإمكانك مزامنة الملاحظات المنسوخة سواء كانت صور نفعل هنا نسخ وهنا نجي نفعل لسخ أو نص نفعل الآن نسخ نجيل هنا واللسخ وأيضاً بإمكانك إذا كنت تصفح في موقع معين وتريد أن تستكمله في الأيباد تطلع هنا وبد والعكس صحيح فمثلاً فباستطاعتك استكمال النوت اللي كنت تستخدمها على الهاتف وأيضاً بإمكانك مشاركة شاشة هاتفك إلى التابلت وقبل أن نبدأ بالشرح لا ننسى أخواننا في غزة من الدعاء والمقاطعة والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبسم الله نبدأ هناك شرطين لازم تكون أنك مفاعلهم عشان يشتغلين أغلب المميزات الأول أنك تكون مسجل نفس حساب السامسونج على الجهازين شوفوا هنا والثاني أنك تكون مشغل البلوتوث في الجهازين بعض المزايا قد تحتاج أنك تكون مرتبط على نفس الواي فاي نبدأ بشرح المزايا التي تتفعل أوتوماتيكياً بمجرد ما تسجل بنفس حساب السامسونج على الجهازين الأولى وهي الـ Universal Clipboard اللي هي محفظة النسخ فمثلاً لما نجي ننسى في صورة مثلاً وتلاحظوا Copy to Clipboard العام بمجرد ما ننسى ضغط مفعل Paste لاحظوا فلها نسخ وأيضاً ليس على الصور فقط ما لبس تطاعتك نسخ أي نص ولسقه سواء كنت نسخته من هنا وتلسقه هنا أو العكس صحيح إذا نسخت شيء من هنا تقدر تلسقه بالتلفون ثاني ميزة تستفيد من حساب السامسونج أنه يفعل لك مزامنة للصور وعدادات البلوتوث والمواعد والمآفة التقويم وجهة الاتصال وحتى المنبهات وأيضاً يجاب لك جميلة إعدادات الشبكات المحفوظة وجميلة بس ورداتك وأيضاً مزامنة المتصفح وأفضل شيء بالنسبة لي مزامنة الملاحظات فمثلاً إذا كنت جالس أذاكر شيء معين وجاني ضرش أن أنا مثلاً أخرج من البيت أكون مرتاح لأنني بمجرد ما أروح للسامس ومنوط على هاتفي يكون مزامنة للملاحظات أو التعديلات وبكذا أستطيع أكمل التلخيص أو أعدل والآن نريد أن نشرح أحد الوزايا الأخرى والذي هي ترحل الإعدادات نفس الكلام في التلفون تفعل الإتصالات والرسائل الآن بمجرد ما يجيني إتصال على الهاتف يزامنه من الآيباد أغطر رد وغلق من الآيباد ونفس الأمر ينطبق على الرسائل إذا وجدتني رسالة SMS هنا يزامنها هنا على طول واستطيع الرد وقراءة الرسائل ولكن بالنسبة للإتصال يجب أن تكون مرتبط على نفس الواي فاي أما بالنسبة للرسائل فإما أنك تكون مرتبط على نفس الواي فاي أو الجهازين يكونين مرتبطة على أي إنترنت وأيضاً أحد المزائل الرهيبة اللي يغيب كوك شير مثلاً ما يجي ترسل شيء معين تغيب ترسل أي شيء عن طريق الكوك شير لا أي جهاز أندرويد مثلاً مميز فإنك رابطاً حساب السامزونج على الجهازين إنه بمجرد ما ترسل يقبل ويستقبل من نفسه ما يحتاج تسوي قبول للإرسال فمثلاً أحياناً أنا أستخدم الهاتف ولقى شيء معين مميز واحتاج تكون هذه الصورة موجودة بالأيباد فمجرد ما أننا أضغط شير حتى لو الأيباد طافي وبعد مني شوية وفعل له شير بتلاحظ أنه بدأ يرسل وقبله من دون ما أفعل قبول نرجع ميزة أخرى تروح للإعدادات نفس الكلام على التلفون هذا يسمح لك بأنك تستهنف أي عمل تقوم به على التلفون إلى الأيباد أو العكس صحيح والتطبيقات التي يدعمها هذا الشي سامسونج نوت وسامسونج إنترنت مثلاً إذا كنت جالسة قراء مقالة عن خالد بن الوليد وهبي تكمل قراءتها على الأيباد بحكم أنه شاشة أكبر بجرد ما أجي على الأيباد ففعل كذا وتلاحظوا هنا يفتح لي المقالة ويفتح لي المكان الذي كنت فيه هنا عشان أستكمل القراءة والعكس صحيح فإذا كنت نفاتح ملاحظة معينة وأريد استكمالها على الهاتف ونجد أننا أروح لهنا على العقب تلاحظوا الآن أقدر أستعنف وفعل أي شيء والآن نجي لميزة مشاركة الشاشة تروح للأيباد بتلاقي حاجة اسمها Second Screen تضغط عليها وتجي للتلفون تروح لعند Smart View الآن هذه الميزة بتخلي الأيباد كأنه شاشة ثانوية بسطاعتك أنك تضيفها للأب توب كشاشة إضافية أو مشاركة شاشة هاتفك إلى الأيباد فبثل إذا كنت تتفرد شيء معين وكان معك حد يشتري تفرد بس أنت تشتري تفرج وانت وانسدح وش تشتري تفرج وانت وجالس بسيطة تفعل مشاركة للأيباد تفتعل فيديو اللي تشتري تشوفوه والآن كل واحد يشاهد بالطريقة اللي يحب حتى أنه يقدر يتحكم ويظن هناك طريقة أخرى لمشاركة شاشة الهاتف خلينا نوقف Second Screen Disconnect الطريقة الثانية بتسمح لك أنك تستخدم هاتفك على الأيباد ونفس الوقت تستخدم الأيباد هذه الطريقة بتحتاج تطبيق اسمه سامسونج Flow اليو هذا تروح تحملها مسوق بلاي تغطي كل الأذونات ولا نشي تشبك للحاتف إلى الأيباد فعل Connect to Phone Hello الآن بيظهر لك تلاغون تضغط عليه فعل نوافق على الجهازين Hello تعطي كل الأذونات اللي يحتاج تروح تدور سامسونج Flow تعطيها الأذونات كاملة تروح لها عند هذه الأيقونة حق ال Smart View وعلى Start الآن بتلاحظوا إيش هاتفين مغلق وعلى الأيباد مثلا خلنا نعيش نفتحه وعلى الأيقونة لكس بلت بيو مع تطبيق الانترنت لن نزغر هذا شوية بتلاحظوا الآن أنا أجالس أستخدم التلفون وفي نفس الوقت الأيباد استخدم أي تطبيق في نفس الوقت استخدم الهاتف وأقدر حتى أننا نقل الملفات عن طريق السحر والرجم خلاص انتقلت الآن الصورة من هنا لحنا أنا أرجعي تشغل الهاتف تلاحظوا الآن الجرد ما أستخدم هنا أو هنا تحرك في الجهتين ونروح لآخر ميزة تروحوا لأداتة على الجهازين Advanced Feature Spin More Spin Setting وتفعل هذا الخيار Allow Multiple S Pen على الجهازين هذا يسمح لك أنك تستخدم قلم التلفون على الأيباد بكل سلاسة والعكس الصحيح أنك تستخدم قلم الأيباد على الهاتف بكل سلاسة شوفوا مثلا ونجي الآخر ميزة تروح لأداتات حق النوت تنزل للأخير وتفعل هذه الميزة Use Phone as a Toolbar استخدم هاتفك كToolbar عشان الأقلام والفرشات بس في مشكلة بسيطة بهذه الميزة ما أدري ليش أنه لازم تكون أنت على Light Mode مثلا لو إحنا على Dark Mode بتلاحظ الميزة هذه شوفوا مغلبة ما أدري عشان مشكلة لازم أنك تكون أولاً على Light Mode وتكون تشغل البلوتوث ونفعل الميزة من هنا الآن بمجرد نحن أن تروح لأي نوت وتلاحظ هذا العلان ما تضغط عليها والآن حول تلفونك لا Toolbar كل الفرشات والأقلام هنا وإذا ما اشتغلت عندك هذه الميزة تجرب روح للبلوتوث وارتبط بهاتفك ضغط علي ضغطها واحدة وبيطلع لك هنا Bear وقع المواقب وكذا بتكون احتلت المشكلة وبكذا أعتقد أن أنا غطيت أغلب الميزات بين الهاتف والتابلت وكل هذه الميزات متوفرة على أي جهاز من سامسونج وأي تابلت من سامسونج كل ما تحتاجه أنك تكون رابطهم على نفس الحساب من سامسونج ومشي غير البلوتوث وبعض الميزات تحتاج الواي فاي وبكذا كملنا فإذا أعجبكم محتوى القناة لا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس